بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستكمل ان شاء الله مع بعض اللي احنا ابتدناه في الاول اللي هو شرح منهج المساح كنا ابتدنا في حاجة بنسميها Theory of Errors واتفقنا اننا هتعامل مع ما يسمى بالRandom Error اللي احنا هنتعامل معها الRandom Error او الخطأ العشوائي دوت يتبع حاجة بنسميها منحنة جرز منحنة جرز عمل الشكل ده كده القيمة المتوسطة في منتصف منحنة جرز بالزبط هو ده المost probable value اي رصدة تادية بتبعد عن المost probable value ده زي ما اتفقنا حاجة بنسميها الفي او هذه الفي ممكن تبقى مجابة وممكن تبقى سالبة يعني الناحية دي تبقى في مساحة الجزء أسفل المنحنة ده كده كله قمته تساوي الواحدة الواحد لو خدنا مجموعة أرصاد ورسمنا منحنة جرز الجزء المنحني الكيرفت ده لا زرع ده هو ده بنسميه normal distribution curve أما إذا وصلت المنحنة ده وتمنتصف دول بخط مستقيم بخطوط مستقيمة منكاسبة كده فده بنسميه الفريكونسي بوليجون أما القيم دية فهي حيود هذه الرصدات عن أو هذه الأرصاد عن المستقيمة بربو بالفاليو فيه جزء منه هو ماشي ناحية الموجب وفيه جزء آخر ماشي ناحية السل الصيز بتاع الريزيديولز اتفعنا من هنا لغاية هنا المسافة كده تساوي واحد لو رجعنا لمنحنة الجرز الطبيعي إن أنا باخد ما بين الانفريكشن بوينت اليسرى واليومنا المسافة دي ودي المساحة بتاعتها تقريبا حوالي 67% من المساحة الكلية لو زودت لو وسعنا كده شوية هدنين وصل لتسعين و96 كمان إلا إن الأكثر استخداما هي المساحة 67% إلى الان المساحة 67% دي اللي هي الانفريكشن بوينت دي المسافة دي بنسميها سيجما أو الستاندرد فيجن وسيجما دي بتساوي الجزء التربيعي لسيجما في سكوير على ن مينوس ن كل ما كانت سيجما دي أقل ما يمكن كل ما كانت الأوبزرفيشن بتاعتي مور أكير أو زودقة عالية وكل ما كانت سيجما دي سواء موجبة أو سالبة لأنها جزء تربيعي فممكن تطلع موجبة أو سالبة كل ما كانت سيجما دي كبيرة كل ما كانت الأوبزرفيشن بتاعدي أبعد ما يكون عن المصر المصر بالفاليو أبعد ما يكون عن الترو فاليو سيجما بتساوي زائد أو ناقص سيجما في سكوير على ن مينوس ن ن هنا هي عدد الأرصاد و في هنا هي اللي نزيد واللي احنا قلنا عليها قبل كده الكلام ده فين في المساحة اللي هي قيمتها تساوي 67% لو انحرارتكم فاكرين اللي هو الجزء اللي كان مظلل باللون الأزرق عشان أحسب توكمبيوت الستاندرد ديفيجن لكوانتتي ميجرد انديريكتلي يعني حاجات قيسد بطريق غير مباشر زي ايه حاجة يعني ايه حاجة طريق غير مباشر يعني مثلا احداثيات انا عندي نقطة ايه ده هي تعرف احداثيات عارف ايه والان بتاعها ونقطة ب ده هي عشان اجيب ايه والان بتاعها اضطريت ايه الطول ده والانحراف ده ومنها قلت ان الاس للنقطة ب تساوي الاس للنقطة ايه زائد الطول اللي انا رصدته مضروبة فيه ساين الانحراف اللي انا رصدته احنا اتفقنا اي حاجة مرصودة فيها نسبة خطأ random error يبقى معنا كده الاس اللي هيجي للنقطة بيه ده محمل بالاخطاء اللي جايا من من الابزرفيشنز الحصة باللنس زائد الابزرفيشنز الحصة بالبيرنج عشان كده بنقول احداثيات نقطة بي سواء الاست او النورس هذه القيم انا جبتها بطريق غير مباشر وبالتالي هحسب الstandard vision ل ا وال ن بتاع نقطة بي وهنا نتعلم ازاي بنحف اشتركوا في القناة